السلام عليكم ورحمة الله وطلبة قولة سنوي أتمنى يا رب كلكم تكونوا بألف خير إن شاء الله مع بعض النهاردة هنحل نموذج الاسترشادي لمادة الأحياء عشرين واحد وعشرين ومقرأنا عبارة عن عشر أسئلة تقريباً ونحطت لكم كمان عليهم تقريباً برضو خمستاشر سؤال مهمين جداً إنكم ترجعوهم ليلة الامتحان اللهم لا سهلاً إلا ما جعلته سهلة اللهم ما جعل الحزنة سهلة بسم الله السؤال الأول ما ترز الجيني لنبات بسلة ظهور بيضاء الأزهار يحمل أكبر عدد من الجينات السائدة بسلة ظهور نفتكر مع بعض كانت الجينات المتكاملة عشان الصفة السائدة كانت تظهر كنا بنقول رقم واحد ورقم ثلاثة لازم يكونوا كابتل اي كابتل بي كابتل طيب هنا بيسأل عن بيضاء بيضاء يعني مفيش اي كابتل بي كابتل مع بعض يحمل أكبر عدد من الجينات السائدة سائدة يعني بيسأل عن الحاجات الكابتل طيب نشوف مع بعض ألف اسمول اسمول بي كابتل بي سمول ده أبيض تمام به اي كابتل اي كابتل بي كابتل بي كابتل آه لا اي كابتل وبي كابتل يبقى ده كرموزي واللي فوق ده أبيض جيم اي كابتل اي كابتل بي كابتل بي سمول اي كابتل وبي كابتل يبقى كرموزي ده اي كابتل اي كابتل بي سمول بي سمول ده أبيض طالما ان ما اكتمعش الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ السؤال الثاني ما التركيب الكروموسومي لأحد الأمشاج التي يمكن أن ينتجها كل من ذكر وأنسة الإنسان الطبيعيين طيب إحنا عندنا الأنسة بتطلع إيه 22 زائد X طيب الزكر بيطلع إيه بيطلع 22 زائد X وبيطلع 22 زائد Y يبقى الحاجة المشتركة ما بين الأنسة والذكر هي 22 زائد X يبقى الإختيار جيم السؤال الثالث مدينا هنا حيوانات منوية أمشاج ومدينا البوايدات ما نسبة الإنس الطبيعية النتجة من هذا الإخصاب مدينا الأمشاج مدينا 22 زائد X و23 زائد X طبعا دي حالة شزة و22 زائد X و22 زائد Y طب تعالوا نعمل هكده ناخد الأول مع الأول والأول مع الثاني 22 زائد X و22 زائد X هيدونا إيه؟ هيدونا 44 زائد XX أنسة طبيعية 22 زائد X مع 22 زائد Y 44 زائد XY زكر طبيعي 23 زائد X مع 22 زائد X هيدونا 45 زائد XX دي كانت من؟ كانت أنسة دون حالة شزة 23 زائد X مع 22 زائد Y هتدينا 45 زائد XY زكر دون بيسأل هنا عن نسبة الإنس الطبيعية يبقى نشوف الإنس اللي طالعين عندنا ADD أنسة وADD أنسة يبقى الإنس الطبيعية كان اللي هي 44 زائد XX أنت عندك اتنين نصهم طالع طبيعي يبقى 50% طالع طبيعي السؤال الرابع أي رسومات البيانية التالية تعبر عن نتيجة التزاوج أب معطي عام لفصائل الدم يبقى الأب ده كان إيه؟ كان O وإحنا دايما بنكتب الأو دايما متنحي يبقى O O مع أم يخلو دمها من مضادات فصائل الدم يعني فصيلة دمها A B طيب نتيجة التزاوج ده هيطلع إيه؟ A B مع O O ناخد الأمشاج آدي الأي وآدي البي وآدي الأو هيطلع عندنا A O وB O 50% B و50% A هنبص على رسم البياني هنا فيه عندنا A والB طلعين بنسبة 50% يبقى صح طبعا عندنا B بيقول O والB بنسبة 50% لأ الجيم طلع A بنسبة 25% وB 75% لأ هنا مدينا A والB والAB والO طلعين كل واحد 25% لأ السؤال الخامس مع عدد أنواع الجاميطات المختلفة التي ينتجها الفرد A capital A small B small B small B small لما تجلنا حاجة زي كده بنعمل إيه؟ هنقول آدي A capital B small أهو وآدي A small B small لأن انت يعتبر عندك B small B small طلع هو B small وآدي A وآدي A فأنت لما تجي تضرب هيبقى A capital B small وA small B small يبقى طالع كام واحد كام جمشيج أو كام جميطات اتنين السؤال السادس في الإنسان الطفرة A small متنحية ومرتبطة بالجنس ومميتة للأجنة النقية لها قبل الولادة يعني A small A small ده من الجينات المميتة وكمان مرتبطة بالجنس ما نسبة الأجنة التي تموت إذا تزوج رجل سليم من امرأة حاملة لهذا الجين رجل سليم يعني X A capital Y ده رجل سليم طيب الأنسة حاملة للجين A D X X حاملة للجين يعني A capital A small طلعي الأمشاك بتاعتك هتبقى X A capital ما هو قالك مرتبطة بالجنس وX A small وهنا X A capital مع الY هيبقى X A capital X A capital وX A capital Y وX A capital X A small وX A small Y طرف تسمهم لي كالعادة أيوة دي أنسة سليمة زكر سليم أنسة سليمة حاملة للجين بس سليمة وده زكر مريض زكر مريض يعني إيه؟ يعني بيحمل الجين المتنحي المميت يعني الزكر ده هيجراله إيه؟ هيموت X A small Y ده زكر هيموت طيب هنا بيقول نسبة الأجنة اللي هتموت كام؟ ألف بيقول 100% إناس هما دول اللي هيموتوا لأ ده أنت عندك هنا الإناس سليمة به 100% زكور لأ أنت عندك هنا فيه زكر سليم وفيه زكر مريض يعني نصهم 50% من الزكور هما اللي هيموتوا جيم 50% من الإناس هيموتوا لا الإناس سليمة ده 50% من الزكور هما اللي هيموتوا عشان بيحملوا الجين المميت المرتبط بالجنس السؤال السابع أي التزاوجات التالية في نبات شاب الليل قلنا شاب الليل نعدام سيادة ينتج أكثر من ترزين مظهريين مختلفين لصفة لون الأزهار يعني عايز أكثر من ترزين مظهريين يعني عايز إيه؟ عايز التلات ألوان إيه هما الثلات ألوان الأبيض والأحمر والكورومفولي هل كورومفولي مع أحمر؟ أنت عارف أن في نعدام السيادة أو شاب الليل والدجاج الأندلسي الترز المظهري بيعبر عن الترز الجيني يعني لو قلت لك كورومفولي هتقول لي أنه هو R capital W capital الأحمر R capital R capital فاللي هينتج من دول إيه؟ هينتج زي الأب والأبين بالزبط يعني هينتج إيه؟ هينتج R capital R capital وهينتج R capital W capital يعني كورومفولي وأحمر به الكورومفولي مع الأبيض الكورومفولي رمزه إيه؟ R capital W capital مع W capital نفس الحكاية هينتج برضو إيه؟ كورومفولي وأبيض الأبيض مع الأحمر هتقول لي أن R capital R capital مع W capital W capital هيتطلع لك إيه؟ هيتطلع لك R capital W capital وده كورومفولي الكورومفولي مع الكورومفولي اللي هو R capital W capital مع R capital W capital آه هنا هيتطلع لك إيه؟ هيطلع لك R capital R capital وهيطلع لك W capital W capital وهيطلع لك R capital W capital فاكرين النسبة كانت نسبة 1 أحمر ل2 كرونفولي ل1 أبيض يبقى الاختيار ده هو ده اللي هيطلع لنا أكتر من ترزين مظهريين مختلفين هيطلع لك أحمر وأبيض وكرونفولي السؤال التامن في الإنسان صفة لون بشرة الأمهق صفة متنحية يعبر عنها بالطرز الجيني اسمول اسمول يعني الشخص اللي عنده المهقة صفة المهقة ده بيحمل اسمول اسمول صفة متنحية ما ناتج تزاوج أبا وين كلاهما طبيعي البشرة هاجين يعني A capital اسمول سليم لكن بيحمله جين المرض إيه الناتج هتقول أن A capital اسمول مع A capital اسمول خذ الأمشاج هيتلع لك أدي الA capital وأدي الاسمول وأدي الA capital وأدي الاسمول هتدرب هتلاقي A capital والA capital والA capital اسمول والA capital اسمول والاسمول اسمول تمام هيتلع لك إيه هيتلع لك الاسمول اسمول نسبته كام 25% A capital اسمول 50% A capital 25% دول سليم اسمول اسمول ده أمهق الاختراب بيقول إيه هل 25% من الأفراد زو لوم بشرة أمهق صحة 100% أفراد طبيعية لا 50% أفراد أمهق لا 50% أفراد طبيعية لا السؤال التاسع أي الحالات التالية لا يستوجب حقن الأم سالبة ال-RH RH سالب بالمصل المضاد العامل ريس إمتى ما نحقنش الأم بالمصل المضاد بيقول هل لو الطفل الأول RH موجب لا غلط ليه لأن إحنا قيلين لو طفل الأول موجب يبسعتها هيكون في جسم الأم أجسام مضادة أثناء الولادة نتيجة الخلط الدم بين الطفل الأول والأم فيكون جوة جسمها أجسام مضادة فلازم هنحقنها بالمصل المضاد علشان ما تأثرش على الجنين التاني به أن الأب RH موجب نقي يعني RH موجب RH موجب طيب هو كده لما يجي يتجاوز من RH سالب هيطلع إيه هيطلع RH موجب وساعتها برضه الطفل الأول لما يكون RH موجب هيكون جوة جسم الأم إيه أجسام مضاد فلازم هتتحقن بالمصل المضاد طيب جيم الأب RH سالب فRH سالب مع RH سالب هيطلعوا جنين إيه هيطلعوا الأجنة كلها RH سالب وساعتها لما يكون الجنين سالب مش هيكون أجسام مضادة فدي الحالة اللي من ساعتها ما نديش للأم المصل المضاد إن يكون الأب زي الأم RH سالب الطفل الثاني RH موجب طيب ما هو جسم الأمة هيكون أريدي محتوي على الأجسام المضادة من الحمل الأولاني لو كان الحمل الأولاني RH موجب السؤال العاشر أي الكروموسومات التالية هي الأكبر حجماً في الطرز الكروموسومي للإنسان هل 22 ولا 9 ولا الكروموسوم Y ولا الكروموسوم X طيب رقم 22 ده أصغر كروموسوم طيب هنختار رقم 9 ولا هنختار رقم 23 ما أنت عندك الـ X والـ Y ده رقم 23 طيب إن عندك 9 أصغر من 8 و 7 و 6 أصغر من اللي قبله فأنت عندك 23 أكبر من رقم 9 يعني هنكتب رقم 9 ده أصغر من 23 يبقى أنت هتختار دلوقتي هل الكروموسوم X ولا الكروموسوم Y اللي أكبر طيب أنت عارف إن الكروموسوم Y أصغر من X يبقى الكروموسوم X هو ده أكبر الكروموسومات اللي موجودة عندنا في الاختيارات يبقى تحطه في دماغك دايما إن رقم 23 ده أكبر من 8 و 9 و 10 وهكذا وأصغر من السبعة والستة والخمسة والاربعة والتلاتة والاثنين والواحد لأن هو ترتيبه كان المفروض يبقى رقم 8 السؤال 11 فرض تركيبه جيني أي الاختيارات التالية صحيح بالنسبة للأمشاجة التي ينتجها طيب هو هينتج أمشاج إيه؟ إحنا عندنا تنين شبه بعض هيبقى كده H كابتل وأدي تنين مختلفين يبقى هيبقى إيه؟ هيبقى G كابتل H كابتل وهيبقى إيه؟ G سمول H كابتل يبقى هنا 50% من ده و 50% من ده 25 جي سمول H كابتل لأ 50% جي سمول H كابتل صح السؤال 12 تحتوي نواة المشيج في الإنسان على جميع ما يلي معدن بيحتوي إيه المشيج؟ هل 23 من جزئ الدين إيه؟ صح 23 كرموسوم صح 22 كرموسوم جسدي صح لأن إحنا قيلين 23 الموجودين في المشيج بيتقسموا إزاي؟ 22 أوتوسومات أو كرموسومات جسدية واحد جنسي 23 كرموسوم جسدي؟ لأ غلط يبقى ده الماعدة السؤال 13 إذا علمت أن عدد الكرموسومات في خلية من جلد الإنسان سين فإن عدد الأوتوسومات إيه هي الأوتوسومات يا أولاد؟ اللي هي الكرموسومات الجسدية في خلية المعدة بتساوي الكرموسومات كلها عددها كام؟ عددها سين السمهالي بقى 2 كرموسوم جنسي وسين ناقص 2 دي اللي هي الكرموسومات الجسدية أو الأوتوسومات يبقى الاختيار جيم سين ناقص 2 أسئلة التشابهات مهمة جدا تتشابه وراسة فصيلة الدم أو مع وراسة صفة لون الأزهار فيه طيب أو دايما متنحية يبقى هنختار حاجة متنحية هل البيضاء لنبات شاب الليل؟ البيضاء لنبات شاب الليل دابليو كابتل دابليو كابتل ما فيها الصفة متنحية الكرمفولية لنبات شاب الليل أر كابتل دابليو كابتل ما فيها الصفة متنحية البيضاء لنبات البازلاء أرسمول أرسمول دي صفة متنحية بالاختيار جيم الكرموزية لنبات البازلاء ودي صفة سائدة أركابتل أركابتل لا يبقى الاختيار جيم البيضاء لنبات البازلاء كلاهما صفة متنحية السؤال 15 تتشابه صفة الصلع مع صفة عمل ألوان احنا متفقين يا شباب ان الصفاتين دول بيتشابهوا مع بعض انهم اكتر في الزكور عن الانس انت عندك صفة الصلع دي من الصفات المتأثرة بالجنس اللي وجود جين واحد فقط يؤدي لزهور الصفة جين الصلع في الزكور بيكون سائد صفة عمل ألوان دي من الصفات المرتبطة بالجنس ووجود جين واحد فقط على الكرموسوم الجنسي اكس في الزكور يؤدي لزهور الصفة لما ان الزكور بيحتوى على كرموسوم جنسي اكس واحد فوجود جين واحد فقط على هذا الكرموسوم يؤدي لزهور صفة عمل ألوان بيتشابهوا في ايه؟ انهم موجودين في الزكور اكتر من الاناس التشابف إيه؟ هل جينات الصفاتين محمولة على الصبغيات الجسدية؟ لا، أنت عندك عمل ألوان دي مرتبطة بالجنس محمولة على الكروموسوم الجنسي X جينات الصفاتين محمولة على الصبغيات الجنسية مش في الصلع كلاهما أكثر انتشارا بين الزكورة عن الإناس؟ صح دالك لهم يتأثر بالهرمونات الجنسية الزكريا أنت عندك صفة الصلع هي اللي بتتأثر بالهرمونات الجنسية الزكري ونخلي بالنا كمان أن صفة اللاحية عند الزكور بتتأثر بالهرمونات الجنسية الزكري السؤال 16 يتشابه زكر كلايم فلتر مع زكر داوين في نفتكر مع بعض زكر كلايم فلتر كان رمزه ايه 44 زائد XXY طيب زكر داوين كان رمزه ايه 45 زائد XY يطر التشابه هيكون في ايه هل في عدد الصبغيات الجسدي الجنسية لأ دا هنا 3 وهنا 2 وجود الصبغي Y صح كلاهما زكر يحتوي على الصبغي الجنسي Y عدد الصبغيات X لا هنا 2 وهنا 1 عدد الصبغيات الجسدية لا هنا 44 وهنا 45 السؤال 17 تتشابه وراسة لون الأزهار في نبات بزلة الظهور متكملة مع وراسة لون الشعر الأصفر في الفقران مميتة في أن كلاهما تمثل الصفة فيها بزوجين من الجينات لأ دي في حالة المتكملة تمثل الصفة فيها بزوج من الجينات لأ دي في لون الشعر الأصفر في الفقران له طرزين مظهريين مختلفين صح أنت عندك في بزلة الظهور بيكون أبيض وكرموزي ده الطرز المظهري فعندك في لون الشعر في الفقران بيظهر عندك أي لون الأصفر واللون الرمادي جينات الصفة تكمل بعضها لإظهارها لا ده في الجينات المتكملة فقط السؤال 18 عدد الأمشاج المذكرة والمؤنسة النتجة عن تهجين نباتين من بسلة الظهور تركبهم الجيني A capital A small B capital B small هو A capital A small B capital B small طلع لي الأمشاج هتيخد هذه الأي capital B capital وأدي الأي capital B small وهتيخد الأي small مع البي capital وهتيخد الأي small B small طيب هنا بيقول نباتين يعني مع نبات تاني A capital small B capital B small هتطلع نفس الأمشاج A capital B capital A capital B small A small B capital A small B small يبقى أنت كده عندك كم مشيج أدربع وأدربع يبقوا كم يبقوا 8 هنا بيقول لك نباتين لهم نفس التركيب عندك عدد أنواع الأمشاج المذكرى المؤنسة من بسلة ظهور تركبهم الجيني بمثال الأمشاج هنا تنميز الأمشاج تقوم بعمل مختلفة وعندك ازامل وعندك ازامل بي كابتل طلع المشيج هيبقى ازامل بي كابتل يبقى انت كده عندك كام مشيج مختلف هنا بيقولك عدد انواع الامشاب كام مشيج واحد اثنين ثلاث يبقى ثلاث بتكتب النباتين اللي عندك سواء بيقولك النباتين شبه بعض او نباتين مختلفين وتطلع الامشاب بتاع كل نبات وبعدين تحسب تتشابه انسة ترنر مع انسة داون فيه انسة ترنر رمزها ايه اربعة واربعين زائد اكس انسة داون رمزها ايه خمسة واربعين زائد اكس اكس بيتشابه في ايه عدد الصبغيات الجنسية لا هنا واحد هنا اثنين عدد الصبغيات الجسدية لا هنا اربعة واربعين هنا خمسة واربعين اعراض الحالة اكيد لا انسة ترنر حاجة وانسة داون حاجة تانية ده الغياب الصبغي واي صح ده اللي بيخليها تطلع انسة ان ما فيهاش الصبغي واي يبدأ جنين حالة ترنر في تكوين خلايا المناسل بعد قد ايه حالة ترنر يعني ايه؟ يعني انسة المناسل في الانسة بتتكون في غياب الصبغي واي بعد قد ايه؟ ثلاث شهور اذا كانت فصيل الدم احد الاباء مستقبل عام مستقبل عام ده يعني مين يا ولاد؟ ايه بي فلا يمكن ان ينجب طفل فصيل الدمه لو احد الاباء ايه بي استحال يكون الطفل فصيل الدمه ايه؟ هل ايه؟ لا ممكن يطلع ايه؟ بي ممكن يطلع بي اي بي ممكن يطلع اي بي هل ينفع يطلع او؟ لا ليه؟ ال او متنحي فلازم ال او هنكتبه كده بالطرز الجيني او او فعشان هو او او فلازم هياخد او من الاب و او من الام طيب اذا كان عندنا احد الاباء اي بي ما فيوش او اصلا فاستحالة انه ينجب طفل يكون متنحي او يوجد على سطح خلايا الدم الحمراء لشخص فصيل الدم ايه نيجاتف او ايه سالب المولدات طيب فصيل الدم ايه يبقى هو كده كده عنده المولدات ايه سمول طيب نيجاتف يعني ما عندوش اه مولدات الالتصاق بتاعت الار اتش يبقى موجود على سطح الدم بتاعه ايه؟ ال ايه سمول بس لو كان موجب كنا هنحط معاه الار اتش لكن هو سالب فما عندوش الار اتش فايه اللي موجود على سطح الخلايا الدم الحمراء بتاعته؟ ال ايه سمول السؤال 24 الحالة الوراثية التي يمكن الحصول على الصفة السائدة من ابوين يحملان الصفة المتنحية هي دي الحالة الوحيدة وقلنا نركز فيها كويس قوي الحالة الوحيدة اللي بنجوز فرضين متنحيين ونحصل على فرض يحمل الصفة السائدة كانت الجينات الايه؟ المتكاملة عندما بنجوز فرضين متنحيين لونهم ابيض بيدونا صفة سائدة كرموزي ازاي؟ لان احنا قيل ان الصفة الكرموزي او السائد لابد من اجتماع ايه؟ اجتماع جين سائد على الاقل في كل زوج من الزجين يعني لازم يجمع الايه كابتل والبي كابتل طيب الايه كابتل والبي كابتل ممكن يكون الاب هنا بيحمل بي كابتل والفرض التاني بيحمل الايه كابتل وسائلتها ممكن مقولينل اني ايه كابتل ايه كابتل بيسمول بيسمول ده فرض متنحي ابيض هيتزوج مع مين اسمول اسمول بي كابتل بي كابتل برض متنحي ابيض امام لازم تفه barbecue لما تيكي تطلع الامشاج هيبقى ايه كابتل والبي سمول وهنا الاسمول بي كابتل لما تيكي تجاوزه مع بعض يلي هيحصل؟ هذه هيديك كابتل اسمول بي كابتل بيسمولr فرض سائد كرموزي يبقى الحالة الوحيدة اللي بنحصل فيها الصفة السائدة من أبوين متنحين هي الجينات المتكملة آخر سؤال معنا السؤال 25 اختبار فرض يحمل الصفة السائدة ظاهريا لمعرفة تركيب الجيني هو اسم الاختبار ده إيه هل تلقيح ذاتي ولا تلقيح خلطي ولا تلقيح الاختباري ولا لا يوجد إجابة صحيحة هو التلقيح الاختباري ايه هو التلقيح الاختباري يا أولاد ده تلقيح بنجوز فرض سائد بفرض متنحي نقي عشان نعرف هل فرض السائد اللي عندنا ده هجين ولا نقي هنعرف منين لما نجوز الفرض السائد مع المتنحي نقي لو لقينا الجيل اللي طالع بيحمل طرس مظهري وطرس جيني واحد يبقى معنا كده ان الفرض السائد اللي عندنا ده كان نقي لو لقينا الجيل بيحمل طرسين جينيين معنا كده ان الفرض السائد كان عندنا ايه؟ هجين يبقى ده التلقيح الاختباري وما لقيه التلقيح الذاتي والتلقيح الخالطي؟ التلقيح الذاتي ده ان بويضات الزهرة بيتم تلقيحها بحبوب لقاح موجودة على نفس الزهرة او زهرة تانية على نفس النبات لكن التلقيح الخالطي انت بتاخد حبوب اللقاح زي ما من ده العمل بقى اخد حبوب اللقاح من متك زهرة احد النباتات وحطها على ميسم زهرة نبات اخر يبقى من ده الاول عمل تلقيح خالطي في السيادة التمة وبعد كده حصل تلقيح ذاتي بين البويضات وحبوب اللقاح على نفس الزهرة بتبقى في الزهور المخنسة طيب بمناسبة التلقيح الاختباري احنا في عندنا الحاجات اللي هي عندها الترز المظهري بيعبر عن الترز الجيني دي ما بتخضعش للتلقيح الاختباري زي مثلا عندنا ان عدم السيادة لا يخضع للتلقيح الاختباري ليه لان هو مش محتاجين نعرف السيد من متنحي ده هو عنده الترز المظهري بيعبر عن الترز الجيني يعني لو جيت وقلت لك لونه احمر انت ساعتا مش هتقولي ده سيد ولا متنحي لان ان عدم السيادة ما فيهوش كده ما فيهوش سيادة لا ده انت عندك احمر يعني اركبت الاركبت ابيض مش هتقولي متنحي ما فيهوش متنحي ان عدم السيادة هتقولي دابليو كابتل دابليو كابتل فانت عندك في ان عدم السيادة لا يخضع للتلقيح الاختباري ليه لان الترز المظهري بيعبر عن الترز الجيني احنا كده خلصنا مراجعة ليلة الانتحان اتمنى ان انتوا تكونوا استفادتم واشوفكم على خير ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة